نقاش لنهري اليوم صيام شهر رمضان يعقد من وضعية أصحاب الحالات المرضية الحد والمتأزمة وعدم استشارة الطبيب والمخاطرة عفوا بالصيام يوصل الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة إلى حد الغيبوبة مرضى السكرية القلب الكبد والكلا القرح المعيدية والأمعاء على رأس قائمة الممنوعين من الصيام لتطلق إلى مختلف هذه النقاط وأخرى أسعد باستضافة البروفيسورة فضيلة أبو عمران طبيب أستاذة في الطب الداخلي بجامعة الجزائر صباح الخلكي صباح النور وشكرا على الاستضافة مرحبا بك إذن سيام شهر رمضان على بعض أيام قليلة من دخول الشهر الفضيل وهنا يبدأ الجدل قائم بخصوص بعض الأمراض المزمنة التي يخاطر أصحابها بصيام دون استشارة الطبيب فضلي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين هناك أمراض مزمنة تمنع من الصيام طبعا ولكن هناك كذلك أمراض حادة يعني لا ننسى الأمراض الحادة لأنها تمنع بتاتا خاصة إذا كان فيها ضرر كبير والمقياس هو الضرر هل فيه ضرر إذا صاب الإنسان إذا فيه ضرر هذا ممنوع والله لا يقبل أن يضر الإنسان نفسه بنفسه نعم هذه من جهة ثانياً كالحالات التي هي ليست مرض مثلاً السيدة الحامل أو المرضعة نعم فيجوز لها خاصة المرضعة في الست شهر الأولى يعني الرضيع ما له من تغذية إلا الحليب نعم وتبين أنه إذا كان صامت السيدة يمكن أن يقل إذرار الحليب نعم ففي هذه الحالة ينبغي أن تتوقف عن الصيام وتعوض الصيام الذي لم تصوم فيه خلال السنة نعم هذا من جهة أما فيما يخص الأمراض المزمنة هناك أمراض مزمنة متعددة مختلفة وتخص كل الأجهزة نعم ما فيه جهاز لا يصاب بخلق فإذا كانت المبدأ الأساسي إذا كان الضرر أكبر من المنفعة فلا يجوز أن يصوم الإنسان نعم في أمراض الأجهزة هناك حالات يمكن الصيام فيها يعني إذا كان إصابة خفيفة لا تضر إذا كان صام الإنسان لا يجوز الإنسان يصوم نعم مثلا في مرض السكري هناك حالات بالعكس الصيام مفيد الصيام مفيد فيها نعم لأن المرض اللي بدون مضاعفات والعلاج خفيف والحمية تكون جيدة ففي هذه الحالة يسمح للمريض أن يصوم بل مرض السكري لما يتعطوش الأنسولين ليكتفو فقط بالأقراص نعم ليأخذ الأقراص وبعض الأقراص مش كل الأقراص أما بالنسبة للأنسولين فهناك إجباع نعم كل المرضى الذين يتعاطون يعالجون بالأنسولين يسمح لهم بالإفطار نعم هناك بعض الناس حارسين على الصيام ونوع عندهم الأنسولين نتكيف مع الوضع ونشوف إذا ما فيش مضاعفات ممكن نتكيف مع الحالات أما إذا فيه مضاعفات من المعقول والمستحب أن لا يصوم الإنسان يعني فروف سورة هل المريض يجرب اليوم الأول إلا تحدث مضاعفات يواصل الصيام أم أنه يلتزم باستشارة الطبيب بناء على تحاليل وفحصاته نعم في كل حوال بعد فحص السريري والتحاليل الطبية الضرورية ينبغي أن يكون حوار بين المريض والطبيب حتى يتم الاتفاق لأن إذا كان الطبيب عاجز على إقناع المريض المريض سيفعل ما يريد في الحوار في الحوار يقنع الطبيب بأن الصيام قد يحدث مضاعفات أو يؤزم من المريض هذه إذا كان ممكن نتفاوض مع المريض ونضع خطة وننصح المريض بأن يجرب في الأيام الأولى ويمتنع أن الأشغال الشاقة حتى لا يتعب نفسه فإذا كانت التجربة ناجحة يواصل للصيام أما إذا كان رأى أن السكر أصبح يرتفع وينجل تدبدب يعني إذا كان فيه تدبدب في مستوى السكر يمتنع هذا هو المعقول نعم طيب بروفيسور أبو عمران الأكيد أن هناك بعض المرضى أصحاب الأمراض المزمنة لعندهم سنوات من المرض يعني يعرفوا نفسهم يعرفوا قدراتهم الجسدية قدراتهم النفسية بالنسبة لي الصيام ولكن هناك من أصيبوا بأمراض مزمنة حديثة يعني ربما هذا أول رمضان بالنسبة لهم ومواعيدهم الطبية تكون يعني ربما على بعد شهرين أو ثلاث أشهر بعد رمضان هل لهم مجبرون على أنهم يزوروا طبيب قبل يعني أيام قبل شهر رمضان أم أنه يكتفوه ربما بتجريب يعني نفسهم في صيام خلال أيام الأولى أولا حتى بالنسبة للأمراض المزمنة القديمة القديمة نعم هناك تغيرات يعني المرض يتغير والإنسان ربما يتعب ويزيد في السن يعني هذا كذلك نخذوه بعين الاعتبار نعم فإذا كان لوحظت مضاعفات أخرى جديدة نخذوها بعين الاعتبار أما بالنسبة للتشخيص الحديث المريض ينبغي أن يزور الطبيب قبل أن يشرع في الصيام هذا هو المعكوم قلنا أن يكون فحس سريري ويتكون تحاليل ثم إذا كان كل شيء على ما يرام ينطلق في الصيام ما فيش مانع أما فيما يخص الأمراض المزمنة الأخرى هناك أمراض مزمنة أخرى تخص بعض الأجهزة كالكبيد مثلا الكبيد يلعب دور كبير عما الإنسان يكون صائم عما يبذل جهد ويحتاج إلى طاقة الكبيد يلعب دور في إفراز السكر حتى السكر يبقى مستواه منخفض لا 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 يبقى السكر عادي في الدم والكبيد له دور كبير إذا فيه قصور الكبيد عجز الكبيد على هذا الدور لا يمكن أن يصوم الإنسان يعني في حالاتهم مثلا التهاب الحاد الكبيدي الفيروسي لا يستطيع المرض أن يصوم لأنه يصب الإرهاق وربما مضاعفات أخرى هناك كذلك مرض الكيلة نعم سواء حصاء أو مرض أخرى ينبغي أن يكف عن الصيام إذا كان فيه مضاعفات مضيرة أخرى نعم فيه كذلك حتى الدماغ حتى الدماغ يتأثر يتأثر من الصيام سلبا أو إيجابا ممكن ممكن ولهذا كل حالة حالة خاصة حتى نقول مرض معين ولكن حسب الأشخاص يتغير الموقف يعني تتغير حالة المرض حسب شخص نفسه حسب الشخص حسب السن حسب الأمراض الأخرى المرافقة للمرض الرئيسي هناك حالات خاصة يعني كل حالة لازم تدرس طيب بروفيسورة يعني نذكر بعض الأمراض اللي ربما أصحابها مجبرون على عدم الصيام يعني التزاما بتعليمات الطبيب هناك مرضى سكري بعض الأنواع مرضى القلب والكبد والكلال القرحة المعيدية والأمعاء بالإضافة إلى أمراض أخرى ربما أمراض تنفسية أمراض أخرى يعني ماذا يمكن القول حول هذه الأمراض هل هي خطيرة بدرجة أولى أم أنه بنسبة متفاوتة حسب بالنسبة لكل جهاز هناك أمراض خطيرة وهناك أمراض خفيفة يعني لا يمكن أن نضع كل الأمراض في سنة واحدة تنفسية في سنة واحد يعني تصنف الأمراض حسب خطورة وحسب الحالة مثلا مرض السر إذا كان المريض مصاب بالمراض السر ويخضع لعلاج لمدة ستة أشهر نعم في ظرف ستة أشهر يكون جسده ضعيف منهق مرهق وكذلك المطلوب أن يأخذ أقراصه في ساعة معينة الصباح وربما متصف أو نهر يعني لا يستطيع تأجيل أخذ الأدوية إلى المساء لا أبدا لا يمكن وممكن تعويض هذه الأيام فيما بعد لماذا يكون المريض في حرج إذا كان لا يستطيع أن يصوم هذه الأيام فعليه أن يعوضها في أيام أخرى فيما بعد لأنه عنده مبرر عنده يعني هو في حالة لا تسمح له بالصيام هذا شيء معقول وربما ربي ما يتقبلش الصيام إذا كان الإنسان يضر نفسه نعم هذا مفروض يعني هو أمر غير مسموح بالنسبة لأصحاب هذه الأمراض نعم يعني إن كان فيه خطر أو خلل يعني لأي عضو من أعضاء الجسم فصيامه باطل إن صح القول بالتأكيد نعم طيب هناك نقطة أخرى ربما يعني هناك الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يقومون يعني بخطوة الصيام دون استشارة الطبيب بالأكيد أنه حتى برنامجهم الغدائي خلال الإفطار ربما هو يكون سبب يعني هلاكهم من صح القول وش نقدر نقوله في هذا الجانب في هذا الجانب نقول أنه لا يجوز للمريض أن يشرع في الصيام دون أن يستشير الطبيب هذا يعني إذا كان قام بالصيام وهو مريض وتفاقمت وضعيته الصحية فهو يعاقب من ناحية الجسدية لأن ربما تظهر مضاعفات خطيرة هناك من يصل حد الغيبوبة نعم تؤدي إلى الغيبوبة أو إلى عملية جراحية بسرعة يعني يضع نفسه في وضعية لا تحمد رغباه نعم هذا من جهته كذلك من جهة العقائدية ومعلاقته مع ربي سبحانه ويكون في وضعية كذلك حرجة لأنا أعصى أمر رباني يعني ربي لا يريد أن يريد لنا اليسر ولا يريد لنا نفسر هذا مبدأنا أنا أعرفون طيب بروفيسور هناك العديد من المواطنين سواء كانوا جزائريين أو من مختلف الدول يعني يستفتون أهل الدين وأهل العلم بخصوص صيامهم وهؤلاء يعني أهل العلم يوجهونهم إلى الأطباء ولكنهم لا يستمعون إلى رأي الطبيب كأنه الصيام كأنه هناك عناد وهناك ربما خجل من المجتمع أنهم لا يصومون والدين والشرع والطب كله يمنحهم يعني رخصة الإفطار ماذا يمكن القول في هذا الجانب؟ القول له أن الإنسان يجب أن يكون منطقي إذا استشار الإمام وجهه إلى الطبيب فليتوجه إلى الطبيب أين هو المشكل؟ يعني هذا مشكل المفروض لا يطرح لأن إذا كان ينزعج من أنه يفطر في مجتمع صائم فعليه أن يفطر أمام الناس وخلاص يعني يكون في بيته يقضي دواه يعني يستطر بعيدا عن الناس يعني الستر مليح يعني يستطر نفسه الإنسان ولكن لا يكون عنيد يعني ما هي الفائدة؟ لمن الفائدة؟ لا له ولا للمجتمع ولا لرب سبحانه فعليه أن يستشير الإمام ويستشير الطبيب ثم يقرر بمعطيات دينية وصحية وعلمية طيب بروفيسور أبو عمران يعني بنظر إلى الأرقام لشهدتها يعني شهدتها القطاع الصحي في العام الماضي يعني الأيام الأولى من شهر رمضان تشهد مصلحة الاستعجالات توافد كبير للمرضى منهم أصحاب الأمراض المزمنة أصحاب السكري وغيره ماذا يمكن القول من أجل أن تفادى مثل هذه المظاهر خلال هذا الشهر الفضيل وشهر رحمة شهر عبادة وليس شهر ربما أدية بالنسبة للمسلم صحيح أنه الأيام الأولى ولكن ليست فقط الأيام الأولى الأيام الأخيرة كذلك لأن بعد شهر يكون الإنسان إذا كان صام هو في حالة لا يستطيع ينهك يعني في آخر شهر مع نهاية الأيام الأخيرة تكون صعبة هذا راجع للعناد كما قلنا ويبقى أنه إذا كان أخذنا كل احتياطات والمريض كان يعني يخضع لخطة عقلانية واضحة ونطقية لا يمكن أن يضع نفسه في هذه الحالات التي تؤدي إلى الاستعجالات في ساعات أو في أيام قليلة نعم طيب بروفيسول هناك نقطة أخرى بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة يعني دون ذكر هذه الأمراض هناك أمراض عديدة قائمة طويلة يعني يبالغون في أكل مختلف الأطعمة وكأنهم ربما يستغلون فرصة رمضان فرصة توفر يعني وامتلاء الموائد يعني في الأكل يقول لك أنه الصيام سوف يجب ما قبله لأنه كبد الإنسان أو الحالة الفيزيولوجية للإنسان سوف تطهر نفسها من السموم سوف ربما لن تؤثر عليه كما هو الحال في يعني أثناء أيام الإفطار ماذا يمكن القول هل هناك برنامج محدد غدائي بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة ثم نأتي لشخص العادي لا هو في كل الأحوال لا يجوز أن يصوم الإنسان النهار ثم يأكل مأكولات مضرة هذا في كل الأحوال وكذلك في الحجم حجم الأكل ونوعية الأكل يعني لازم يكون تكون أمور موزونة معقولة يكون ولكن الإفراط في الأكل مضير حتى الإنسان الذي لا يعاني من أي مرض فالمريض ينبغي أن يكون له برنامج غذائي يأخذ بعين الاعتبار المرض طبعا ولكن ونوعية الغذاء أيضا نوعية الغذاء تدخل مثلا الملح السكر الدهون هذه كلها إذا كان فيها يعني إفراط في تناولها فهذا ينعكس سلبا على المريض وحتى على الإنسان الذي ليس له مرض ولكن بصفة خاصة على المريض فالإنسان لا ينبغي أن يترك نفسه تؤديه إلى مخاطر صحية وهذا غير معقول طيب بروفيسور أبو عمران هناك بعض الأنماط الغذائية لدى الجزائريين أنهم ربما يتناولوا أغذية مليئة بالسكريات مليئة بالدهون مليئة بالملح وغيره يعني ويقول لك هو يعلم أن هذا الأمر يصدم ربما جسمه يقول لك الكبد انصدم من كمية سكر اللي كليتها لأن مخزون الكبد خلال النهار الصائم هو من يعود ذلك النقص في سكرية اللي يتمتع به الجسم من أجل التحرك ومن أجل غيره يعني كيف يمكن تعويض هذه السكريات المفقودة والمستهلكة من طرف كبد الإنسان خلال فترة لا هو الكبد لا يستهلك السكر يخزن السكر ثم يطرحه الإنسان الجهات التي تستهلك السكر هي خاصة العضلات يعني عندما يكون الإنسان يبذل مجهود جسدي يحتاج إلى طاقة والطاقة مصدرها أولا السكر وفيما بعد الدهون ولكن إذا كان لا يبذل جهود لا يحق له أن يتناول أكثر من المطلوب مما يحتاج يحتاج يعني حصة معينة يتناول هذه الحصة نعم أما أن يأخذ في ظرف ربع ساعات أو خمس ساعات ما كان يتناوله خلال 12 ساعة هذا كذلك غير صحيح أمر خطير نعم هذا غير مقبول فالمفروض الإنسان يصوم في النهار ولكن بعد الإفطار يأخذ يتناول شيء قليل مع المغرب ثم بعد ساعة أو ساعتين ممكن يتناول شيء آخر ولكن يوزع الأكل انتاعه بانتظام على الساعات بانتظام حتى لا يرهق جهاز الهضمي لأن الجهاز الهضمي مرتاح لمدة 15-16 ساعة حسب المواسيم نعم ومن بعد في ظرف ربع ساعة أو نصف ساعة تفرغ عليه كم هائل من الأغذية كم لا يستطيع أن يهضمه فهذه هي كذلك هذه أخطاء يرتكبها البعض فيجب تصحيحها فقط طيب هناك نقطة أخرى هناك بعض العادات الغدائية في عدد من ولايات الوطن مثلا أنه يعني بعد الأدان بعد أدان المغرب يعني ربما يتناولون تمر ولبن ثم بعد صلاة الترويح يفطرون الإفطار الذي يعرفه الجزائري ثم بعدها بدقائق أو ساعات ينامون يعني هل يمكن تصور هذا البرنامج الغدائي لمدة شهر كامل ما هي آثاره الجانبية هل يؤدي لمضاعفات صحية بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة أنه بعض الولايات الناس تفطر بعد صلاة الترويح ماذا يمكن القول دكتورة طبعا هي عادات جهوية كل واحد عنده عاداته لا يمكن أن نفرض على الناس نحن نتكلم طبيا صحيح نعم طبيا طبيا ممكن يعني يأكل الإنسان مع الإفطار ثم ينتظر قليلا ولكن المطلوب من الأحسن أن لا يذهب إلى المسجد هو ممتلئ نعم بعد صلاة الترويح ممكن يأكل ولكن يأكل قليلا يعني ممكن يقصب حصته الوجابات الوجابات الإفطار بين المغرب بعد المغرب بعد الأذى المغرب وبعد صلاة الترويح لا يوجد أي مانا طيب هناك نقطة أخرى بالنسبة لصحور الجزائرين يختلف حسب طبيعة المنطقة حسب عادات العائلة نفسها يعني هناك من يفطر أو من يصحر بشيء بسيط يعني اختداءا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من يأكل وكأنه يأكل في الفطور ماذا يمكن القول حول هذه العادات السحور لا ينبغي أولا سحور جيد يعني مفيد لصحة مفيد لأنا يعني وجبة واحدة في 24 ساعة لا تكفي لا تكفي نعم من جهة أو إذا كانت وجبة معتبرة كذلك يسعب على الهضم يهضمها نعم أما إذا كان وجبة مع الإفطار ووجبة مع السحور ولكن السحور لا ينبغي أن يقوم الإكتار نعم لا يكثر لأنه بعد ربما إذا كان خاصة إذا كان الفجر مبكرا يعني في الصيف يصلي مثلا على الثلاثة ونص والأربعة يزيد ينام شوية من بعد ينام بعد الأكل هذا كذلك يعني أمر مرحق بالنسبة الجهاز العظمي لا ننصح به يعني الإنسان لا يكون ومن بعد ينام هذا لا ننصح به ولكن الأسحور ليس وجبة كاملة يعني يعني يكون شيء قليل يعني زاد بسيط من أجل إثمان الصيام يكثر ويصوم بدون أي أي مشكلة نعم طيب بروفيسولة هناك بعض أيضا يعني الأنماط الغدائية الغير السوية هي يعني سيئة بالنسبة لصحة الإنسان أنه هناك بعض الناس أو بعض الأشخاص من يفطيرون بمشروبات غازية يفطيرون بأربما ماء بارد أمور يعني عجيبة بالنسبة للجهاز العظمي المشروبات السكرية والغازية هي سيئة للغاية لكل الناس لجميع الناس ما فيش أي شيء يعوض الماء الماء هو مشروب صحي أما المشروبات السكرية والغازية وخاصة في رمضان هي عادة سيئة من الأحسن تجنبها وكذلك من أسباب ظهور بعض الأمراف خاصة على مستوى الكبد الذي يمتلى بالدهون يعني من الأحسن تجنب هذه المشروبات ولا تفيد بشيء يعني ما فيه حتى فايدة لا فيتامين ولا بروتيدات ولا شيء شيء إيجابي طيب بروفيسيولة فضيلة أبو عمران كلمة أخيرة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة بالنسبة للصائمين ونحن مقبلون عن شهر رمضان يعني الخطوط العريضة أهم النصائح التي يمكن توجيهها بالنسبة للمواطن الجزائري وغيرهم المواطنيين لم يسمعوا فيهم أولا استشيروا الطبيب نعم هذه أمر ضروري النقطة الأولى والأهم نعم استشيروا الطبيب ثم إذا كان فيه استفسارات أسأل الطبيب أسأل الطبيب يجيبك كذلك الأخذ بالوقاية يعني لا نضع نفسنا فيه لا تفريط ولا إفراد لا تفريط ولا إفراد لا يتجنب المضاعفات يجرب الأيام الأولى يرى إذا كان يعني السيام لا يؤثر سلبا على صحته نعم يرى كيف يأخذ إذا كان فيه علاج كيف يأخذ علاج الذي كان يأخذه في النهار يأخذه في الليل نعم هذه كل هذه الأمور لازم تدرس وتوضع لها خطة في بداية رمضان الأيام الأولى هي للتجربة ثم إذا كان التجربة ناجحة وهذا ما نتمنى نعم لا حرج أن يواصل لصيام نعم ولكن نقطة أخرى إذا رأى أن أثناء الصيام صيام شهر رمضان يحس بالضعف والوهن يشعر بأن هناك مشكلة يستشير الطبيب وإذا كان اقتضى الأمر يتوقف عن الصيام نعم وإذا كان فيه إمكانية تعويض هذه الأيام فيما بعد فلا بأس وإذا لا يمكن تعويض فعلي بالتصدق رحمة الله واسعة نعم شكرا لك البروفيسورة فضيلة أبو عبران طبيب أستاذة في طب الداخلي بجمعات الجزائي شكرا لك على كل ما قدمته خلال هذا النقاش مشاهدين